موسيقى اهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من برنامجكم شباب على صورته النهاردة عنوان حلقتنا سنة اولى جمعة في الفقرة الاولى هيكون لنا لقاء مع مجموعة من الشباب والفقرة التانية هيكون لنا تقرير مع جون باسم والفقرة التالتة هيكون لنا لقاء مع ابونا دانيال يونان كاهن كنيسة القديسة ماريوم المصرية بكمباون ميفيدا بالتجمع الخامس فاصل ونرجع نكمل بقية فقرات حلقتنا هل ليكم معاكم اهلا بكم يا شباب بعد الفاصل ومعايا بفاقة حوار مع الشباب كارلوس اهلا بيك كارلوس اهلا بحضرتك يؤنا اهلا بحضرتك استاذ نيجي ومارلي اهلا بحضرتك وكارلوس اهلا بحضرتك استاذ نيجي النهاردة بنتكلم عن موضوع مختلف ومميز سنة اولى جامعة انا عايز اعرف بقى تحدي هل سنة اولى جامعة كده واتكلموني عنها لما بدأت كل بقى اولى جامعة منلاقي ايه هو الصراحة الاول يعني الواحد كان داخل ببيئة جديدة تجربة جديدة فكان داخل عنده انطلاقة وانفتاح على العالم حابب بيجرب حابب يتعامل مع الناس حابب يحتك بالبيئة الجديدة دي ما بيناش خلاص في المدرسة والواحد برضو يعني يحاول يبعد عن اي مشاعر خوف او قلق ممكن تجيله بفكرة اللي مثلا اي مواضي قديم كان في السنوية او حاجات لي علاقة بالتجارب مثلا السنوي او المدرسة فلا هي تجربة جديدة والواحد كان بيحاول يندمج ويتأثر ويؤثر في الناس اللي حواليه ولكن برضو بعقلي جميل ايه تاني تحديات انا للاسف شتدي كنت انا كنت عكس كارلوس خالص انا كنت داخلة خايفة منغلق على نفسي بشكل مرعب كان عندي هدفي واضح قوي قدامي ان لأ انا داخلة زاكر مش داخلة اصاحب ولا هزر ولا اتحك فدي كانت من اكبر التحديات لواجهتني ها مارلي هو انا كان عندي شوية من رأيي وانا يعني هو انا كنت داخلة حسنا ان انا ممكن اعتمد على نفسي هذكر واحدي لما امتحاناتي واحدي مش هحتاج صحاب ومشاريع وتيم فبس الموضوع طبعا ما كانش كده خالص انا لقيت ان انا بحتاج واحتاج قدي واحتاج اخد فكت المشاركة حاجة مهمة اوي ما كنتش حطاها في الحزبان ولقيتها يعني ان انا هي ضرورية اوي اه جميل لقيت ايه كرولوس بقى في سنقلة جامعة انا من نسبالي كنت فاكر اول يوم جامعة بالنسبالي كان يوم ما فيش محضرات اه كنت حاسس ان لا انا قاعد لوحدة مش عارف مين الناس دي في مجتمع غريب داخل عليه فكنت لسة بتعود باشوف بلاحظ اكتر باشوف الناس دي بتعمليه فكنت براقب اكتر بس انا براقب اشوف الناس دي بتعمليه فكنت قاعد بتتفرج على المشهد بحيث انك هتاخد دورك بطريقة انمام طيب ايه تحديات تاني بنشوفها احنا بنشوف في سنة أولا يا جامعة اننا حبن نفتح على المجتمع بنات ولاد مختلفين في اه توجهاتهم اه بنلاقي علاقات معينة بنلاقي بنعمل صدقات جديدة اه بنبقى مسؤولين عن نفسنا بيبقى عندنا قادر جبيب من الحرية حاجات دي بتقابلوها بتعملوا فيها ازاي بتعملوا ايه بتصرفوا ازاي انا شايف قبل كل شيء لازم يكون فيه توازن لان انت بتخش الكلية بيبقى عندك مسؤولات كتير بالاضافة اللي فيه كتير قوي يعني عندك جوانب كتير قوي من جوانب حياتك فيه منهم ما بتقباش مدرك ليه فممكن تيجي في جانب على حساب جانب او تدي الجانب من حياتك اهتمام اكبر من لازم فتهم الجانب اخر فمهم جدا لانت تدرك للجوانب الموجودة في حياتك وتحاول توزع وقتك بقدر كافي لكل جانب يعني انا كارلوس كان عندي تجربة تجربة شخصية كان ليه اصدقاء تربطني بهم مع علاقة صداقة قوية جدا بس بسبب الله دخلت جامعة فانشغلت كتير معرفت اشوفر ليهم وقت فبالتالي اهملت الجانب ده رغم اللهم كانوا بيشكلوا جانب كتير او كبير عفوا مهم جدا في حياتي لكن عايز اقول لكم انت قلت كلمة جميلة انه في مرحلة الجامعة وانا داكال سنقولها جامعة الموضوع مش ان انا هاخد وحقق دراسة او نجاح دراسي وده مهم جدا لكن كمان هيبقى فيه نمو شخصي وروحي ونفسي وعلاقاتي واجتماعي فما اخدش جانب على جانب التاني فاول نقطة في مواجهة بعض التحديات للمرحلة الجديدة في حياتي ان انا اعمل التوازن زي ما كارلوس قال التوازن ما بين الامور في حياتي مختلفة ها ايه تاني ممكن اقدر اعمله في مواجهة بعض الحاجات او المجتمع الجديد اللي بقى ابرا انا بالنسبة لي الموضوع زي ما قلت حالك فلا اولا كنت دخلها خايفة من غالقة بس مع الوقت لقيتني في سنة اولى لقيتني ساحبت الناس كتر اوي والموضوع اتغير معي خالص فاللاسف كنت الموضوع بسبب واهملت دراستي بشكل كبير جدا ان انا تعرفت على ناس بعندي صحاب بنخرج بنروح بنيجي اكتر اثر على دراسة بتاعتك؟ فالهدف سايتها تشوش بتاعي غيرك كمان ما حصلش توازن في حياتي الروحية لانا طول وقت مع صحابي وقت سبب بقى بننزل الكلم ده كله فمنهمل حاجات ان انت تدي كل حاجة حقا زي ما كارلوس قال فتعمل التوازن لان ممكن خروجات والفصح تاخدك درعلك الهدف بعد شوية تسأل طول انا انا فين وبعمل ايه فانا مش فاهم يعني اه ودي مشكلة بس حلو قوي انك توقف بعد شوية وتراجع نفسك يعني ده كويس بارد ايه تاني اه في نقطة الغربة اللي هو لو الكلية كانت في بلد غير بلدك اه انت هتلاقي ان انت بتحتاج تعتمد على نفسك اكتر اه اكلك شربك انت في الناحية التانية ان انت لايت صحابك عايز تخرج وتروح وتنبسط بس له في حاجة ما يفعش تيجي على حاجة وإلا الموازنة هتبوز جامد واللي هو انت هتبقى في ضغط اكتر من انت داخل على حمس ولا جامعين اه 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 انا كنت شايف ان انا كنت لازم حافظ على المبادئ اللي انا كنت تربيت عليها وببقايش داكل بتهور انا داكل انا داكل اجرب بس هاجرب بحدود ان انا برضو ما كنش اتهور على طول ان ليست مش عارف البيع دي فلازم يكون عندي هدوء كده واتعمل براها اه جميل وهنا نقطتك حلوة جدا ان احافظ على المبادئ بتاعتي وخصوصا لو ربطناها شوية بانه ممكن تكون سنقول اجامعة في محافظة تانية غير المحافظة بتاعتي لان ساعات الامر داوه بيخليني امشي في اتجاهات يعني انا في بلد محدش عرفني فتلاقيني ان انا ممكن اعمل حاجات يعني ادخل اجرب حاجات غلط حاجات شوهني حاجات لغبطني وكأنني كنت محبوس وانفجرت في حرية فده انا عايزكم يعني تخلوا بالكم منو لما كون في بلد تانية ان المبادئ بتاعتي حافظ عليها مهما كان لانه فيه طيارات كتير حوالينا ممكن تجرفنا لكن لازم تكون واعي لها وفاهم وانت تتعمل معها ازاي عشان كده بينقلل سؤال المحاذير اللي في حياتي في المعحلة دي المحاذير اللي ممكن اخدها واخلي بالي منها زي اين وانا شايف اهم حاجة ويمكن نقطة بناخدش بالنا منها كتير هي فكرة اللي معظمنا بيخاف من اختلافه وهنا اقصد في اختلاف فكرة اللي هو يبان متدين زيادة على زوم او يبان اللي هو محافظ بشكل زيادة على زوم او بيحب ربنا او ليه كلمة الانجيل في حياته فبيحاول يقفلها شوية يقولك حسن يقولوا علي ان انا يعني ايه ملتزم قوي فيتجنبوني يرفضوني فدي حرب ممكن يعني تواجهنا مظبوط لاللي ممكن يكون حد امين بالفطرة ورغم كده هو يتعمد في بعض المواقف ما يظهرش امانته تمام عشان بس محدش يحطه في قالب مظبوط او يحطه في قالب اللي هو قامه ده متدين بزيادة ده محافظ بزيادة فدي حاجة المفروض احنا ما نخافش منها بالعكس نتباهى بيها ونظهرها اه تبقى قوة شخصيتك انه مش هينفع تمشي معا اللي ماشي عكس الطيارة لانه مهما كان اللي ماشي واللي الناس موافقة كتير عليه ده مش هيخليه هو صح لو هو غلط ومهما كان الصح اللي جواك مفيش حد موافق عليه لكن هيفضل جواك حق وهو يفضل هو صح فده مهم جدا انت خلي بالك منه ايه تاني اه انا من نسبالي برضو هكمل على كارلوس لان الموضوع ده واجهني في كلياتي قوي حتة الدين انا كان فيه ناس بتسألني اسئلة اه فاهم حاجة كانت في الموضوع واللي انا انصح الناس بجد تخلي بالها منه حتة انت جاوب بمحبة جاوب باهتمام وجاوب باحترام للدين اللي قدامك او للشخص اللي قدامك اللي بنتقدك ما تكونش ما تتعصبش ما تغلطش لان دي حاجة مهمة جدا جدا في التعامل وطبعا لازم تكون انت واعي انه احنا جايين في مجتمع بنصنع محبة مع بعض بنشوف النقط المشتركة معانا بنتجنب بعض الحوارات اللي ممكن توقعنا في صدمات في يعني مثلا انا بشجع نادي معين والتاني بشجع نادي معين فليه هنتلغبط في هذا الامر فليه طب ما احنا لدينا حاجات كتيرة او قردية مشتركة ممكن نعملها نقبل الاختلاف نقبل التنوع وده برضو من الندوق بتاعنا جميل طيب ده بينقلنا لسؤال مهم ازاي اعمل علاقات في مرحلة الجامعة لانه مرحلة الجامعة ممكن ننفتح وندخل في علاقات قد تكون مؤزية لنا علاقات عاطفية مبكرة علاقات لقيها دخلت انها فصلتني حتى عن المجموعة او عن المجتمع اكتفيت بيها كشخص او اكتفيت بيه كشخص وخلاص فابتدى مبقاش عندي في حياتي غير الشخص اللي قدامي فده بعد شوية لانها علاقات في الاول مبتبقاش لها ندوق فبعد شوية بياخدني انه بقيت في حتة مختلفة او قد يكون لم تكتمل هذه العلاقة فتلاقيني بعد شوية رجعت الملائتش الهدف والمعنى والمجتمع والصحاب اللي انا اه يعني اه مفوضة تواجد فيه في الحقيقة انا كان يعني حضرت كأنك كنت في حياتي يا مستر ناجي الموضى ده حصل معي بشكل صعب جدا اتعرفت على حد من صحابي كان معي من اولى احنا مابناش بنتكلم مفيش من كام شو الموضى طبعا هو لما خرج من حياتي مرة واحدة انا حسيت ان في حاجة غلاط حسيت ان حياتي تلغباطت مرة واحدة ما بقيتش عارف اصاحب ناس جديدة ما بقيتش عارف اعتبر ناس جديدة انهم اخويسي ما بقيتش عارف تعمل اصلا مع حد خالص فلا انا يعني الموضى ده مش مشتحب خليك ان انت شخص او بتحب الناس كلها او بتفضل شخص عن شخص بس ماتخلوش كل حياتك بس حط الحدود السليمة وابني علاقات سليمة اي اللي ممكن اه في نظركم يبقى الحدود تبقى سليمة تتبني على ايه هو الفكرة الحدود في التعامل بيعني لازم يبقى في حدود في تعاملك مع الشخص اللي انت ما تسمحلوش يتجاوز معاك حدود ومش اي يعني مش اي حد تفتح له دايرة كده معاناة احنا بنتكلم فكرة الدواير او الحدود في ناس صخاب في ناس اهل اللي هم عارفين بقى احوالك الشخصية وكذا في ناس صخاب في ناس مجرد بس زمالة او صحوبية اللي هو ايه مسائل خير يا جاري انت في حالك وانا في حالي زي ما بقول الكتاب يعني بقدر الامكان ان انا بحاول اناقي المجموعة والناس اللي امشي معنا مصبوط بعد كده طب ازاي استفيد من المرحلة دي في حياتي مرحلة الجامعة ازاي استفيد لان في ناس بتضيحها كده في الوقت وهو حاطت في زينه ان هو بس هيقلص الدراسة بتاعته او قد يكون ياخد اطول من المدة بتاعت الدراسة يعني اربع سمين ممكن ياخدهم في ستة لانه الهدف مش واضح قوي في بعض الاحيان او ان الوقت منه بيضيع فقولولي اقدر استفادي ازاي من المرحلة دي في جوانب حياتي الكتير ايا هو انا بشوف ان اكتر استفادة ممكن استفادها من في الوقت كلية بالنسبة لي ان اكون مثلا شخص اجتماعي وناضي عقليا اكتر في الزات بالتعامل مع الدكاترة والمعادين ان استفادي ازاي اكون قادر على الاقناع واكون شخص متكلم كويس وفي نفس الوقت لو في وقت الجامعة ده اقدر ااخد كورسات مثلا عن لغة او اقول لغة بتاعتي او اخد كزا لغة اشوف المهارات اللي نقصاني الحاجات اللي ممكن تفدني بعد كده في المستقبل وقويها انا بنفسي ودي بتقوى مهاراتي وبتحسن في العمل لانه ممكن الكلية ما تدينيش كل حاجة صح? هي هتديني شهادة لكن انا محتاج اعمل مهارات للتواصل اشتباك مع المجتمع بطريقة معينة ابدع في مهارة في فن في حاجة تبني شخصيتي ايه تاني؟ هي اه في نقطة لو انا دخلت جامعة انا وابحبهاش او كلية تخصص انا ما كنتش يعني بحلم بي اصلا مش عايزاي اه 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 انا حاس ان في النقطة دي الواحد مننا لازم يزبر شوية يعني ما يزهقش بقا والاواق ليه يا رب بقا ليه اه بتحصل كتير يعني اه الكلية انا لقيت ان كل واحدة بتتفرد بحاجة معينة هو يا مارلي ده يعني انتي يعني اصارتي نقطة جميلة انه ساعات بدخل كلية المجموع بتاعي جابها او مش هي اللي انا كنت عايزة فانا مش ابقى منقاسم على ذاتي بقى في الكلية ومتدايق منها لا انا قدما دخلت خلاص ادخل فيها هل يعني انتي حصل معايك ازاي كده عشان انا شايفك بتتكلمي كده بحماس في الموضوع ده اه كان نفسي في كلية تانية معينة بس حصلنا ايه رحت الحاجة تانية مالهاش علاقة بيها خالص وليتي ايه طيب انا لقيت ان الكلية فعلا ممكن تديني هدف جديد هدف احلى طموحات مختلفة خالص انا ممكن ما كنتش احلم بيها في الكلية التانية واللي هو بتبقى احلى بتبقى احلى فعلا يعني اللي هو لما اشتغل واكتهد فيها بحسنها بقت احلى وادتتني هدف جديد حلو قوي الكلمة دي او فالله هو بجد وقتها بس الحوار ممكن ياخد وقت فعلا متحتك صور او فاقتها بجده بتحس ان انت في خطة ربنا اوي وهو هو هو اختار الاحسن لك يعني او 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 جميل جدا طب الختام كده عايز كلمات محددة احطها قدام عيني او انا داخل اولى جامعة عشان البداية دي مهمة جدا في حياتي كلها مش في الجامعة بس تقولوا ايه ممكن اه اه اعجابتني اه اعجابتني اه اعجابتني كتير يعني صراحة في سفر الجامعة اللي صححة التالت كانت بتقول لضحك وقت ولا البكاء وقت هو الحقيقي سليمان النبي والحكيم لما جيه كتبها كان بيتكلم على وقت الجد ما يقصدش الحزنة والبكاء بالشكل الفعلي ففعلا لو حابين نستفاد من مرحلة الجامعة وما نخليهاش مجرد مرحلة كده انتقالية او فترة واتعدي فنتعلم ادارة الوقت اللي هو زي ما انا بشتغل ومركز على هدف معين وفعلا عايز اوصله سواء بتدريب سواء بكورسات سواء بفهم اكتر وتعمق في مجالي فتمام ده ليه وقته ومنساش وانا في الاطار ده انبسط واستمتع بالحاجة اللي عملها ولكن فيه اطار اني مكسرش الوصية اه جميل قوي حلو قوي انبسط بالوقت بتاعي ده وما اكسرش الوصية بس حتة الوقت دي يا كارلوس احب كمان اذكر في بداية السنة بتاعت الجامعة وبداية الجامعة بتاعتك وسكتك افتكر الكلمة دي كمان مفتدين الوقت لان الايام شريرة لان بعد كده مش هتلاقي وقت تبني فيه انت في وقت الزراعة مهم جدا انك تزرع وتبني اوكي جميل ايه تاني ممكن نحطه في اية جميل قوي بتتكلم الحدود في التعامل بتقول اجعل رجليك عزيزة في بيت قريبك وابد주 منك بتبريدك دائما ايكون عندي نص ولا ازيد اوة في التعامل ولا اكون محدود وانتويаковي شوية اه ا ما اتتكلم دائما في الحدود بس متوازن جميل خليك متوازن وثنى كلا جامعة متوازن في علاقاتك متنكبش اوائي وما تبعدش قلسة كما بتقول فقط اعيشو كما يحق الايانجيلي المسيح أنت عيشوا فقط عيشوا كما يحك لإنجيل المسيح حاجة حلوة أنت تعيش أمين مع نفسك في الفترة دي وفي مذاكرتك وفي علاقاتك اللي هو شوف نفسك وصحابك اخترهم صح بلاشت أقول الناس دي وحشة هكمل معي حتى لا يوجد غيرهم مسيرك تلاقي غيرهم لا تكذبش على نفسك في ناس أحلى كتير تقابلها في حياتك جميل حتى الإنجيل بيعلمنا إذا أعصرتك يدك فأقطعها فلو أنا لقيت حد علاقة بتاع سارني أقطع هذه العلاقة مهم جداً أنا شكورت جداً وقلت الآية اللي هي بتبتدي في الإنجيل بكلمة فقط فقط عيشوا للمسيح كما يحك الإنجيل المسيح فقط عيشوا كما يحك الإنجيل المسيح ها جميل يعني يمكن لو كلمة في معوضاع الرشدة ده هاخد وقت طويل قوي بس باختصار شديد خلي عندك صبر خلي عندك ثقة في ربنا إن ده دايماً للأحسن لك ابعد عن الناس اللي مش شبهك بلاش موضوع اللي هو أنا علشان يبقى عندي صحاب فنخسر مبادئي وأتعدى حدوذي والكلام ده كله لأ ربنا هيبعد دايماً لك و هيحوطك بالناس اللي شبهك ما تضيعش هدفك في قسط ده كله اهه واحذر كلمة كله بيعمل كده وعايز أقول لكم حاجة بيني وبينكو كده خلي بالكم إن إحنا نذكر بجد و نستفيد من المعلومات بجد ما نعتمدش على إن فيه غش أو إحنا مجموعات كده بنغش مع بعض لأن ده بينعكس بعد كده في شخصيتنا حتى لو نجحنا بإن إحنا ما اختبرناش نفسينا ما نجحناش بمجهودنا فقد يكون الإنسان يطلع من الكلية لكنه ما عندهش قناعة بنفسه في العمل أو في الاتجاه حاجة عجيبة لأنه ما بزلش مجموع لأنه الرجل الأمين أو الشاب الأمين كسير لإيه البركات بشكركم جدا وقتنا خلص خوار ممتع بتاعكم فاصل ونرجع نكمل بقية فقرات حلقتنا خليكم معاكم موسيقى أنا اسمي جون باسم عندت 19 سنة وبالعب بسكت بقى لي 11 سنة من 2013 أنا بدأت اللعبة دي عشان عند 8 سنين وكت أحاب أن أتمرن حاجة وكتشف مهبة دي كنت بالعب مع عريبة يعني وأحبيتها يعني فتمرنت فيهم ومن ساعتها أنا مستمر لحد دلوقتي بدخلت بطلات كتير من يوم بدأت وأنا بدخل بطلات من أول براعم لحد ما كبرت والدوري ولسه بقليت هل سين بدخل كاسة كهرة وأخذت مركز ثالث وبعد كده مركز ثاني وبعد كده خلنا الكاس السنة اللي فاتت أكتر حاجة شجعتنا الباسكت إنها رياضة جميلة ويتفيد الجسم جدا يعني دي كان أكتر حاجة في المغة وأنا صغير غير أنا بحبها طبعا وحسيت بفرق في جسمي أنا من أنه أنا صغير أنا رياضي وحس بمبسط أنا بلعبها يعني وبطلع طاقت فيها أنا نفسي حقا من الباسكت إن أفضل مستمري فيها أفضل أكمل فيها وأكمل أخد بطلات أكبر وأوصل المنتخب يعني أهلي كان دايما بيشجعوني جدا وأي فترة كنت لو أبتعب فيها بأتصاب بتاعك كان دايما أول ناس بيقفوا في ظهري ودايما بيشجعوني وصحابي كان دايما بيحسوني لأنا نجمه وسطهم عشان مستمري في اللعب أقلي الفترة دي كلها اللعيبة لها بحب أتفرج عليها على مستوى المحلي وبصراحة إيهاب أمين وعمر الجندي بحس بحب ألعب شباه هم شوية على مستوى العلمني طبعا لبروم جيمس دا أكتر أحب أحبه أنا بركزي بألعب كطر وأحيانا بألعب صنع ألعاب وبألعب في نادي الغابة وأخدم عكسات أكتر حاجة أعلمتها الباسكت هي تنظيم الوقت والاستمرارية وإني أحرب على أي حاجة أنا عايزة عشان الباسكت لعبة عنيفة ومحتاجها عونف ومحتاجها تبقى مركز وأنت في كل كرة بتاخدها بأنصح أي حد عايز يكمل في الرياضة لازم الاستمرارية ولازم ينظم وقته عشان يعرف يكمل فيها ويديها كل مجهوده ووقت اللي هو عايش أهلا بيكم يا شباب بعد الفاصل ومعايا مشرفني أبونا دانيال يونان كاهن كنيسة القديسة ماريم المصرية بمي فيدا التجمع الخبز أهلا بيك أبونا أهلا بيك ناجي أهلا بيك نحن النهاردة أبونا بنتكلم عن سنة أولى جامعة أنا عاجبني العنوان قوي دايما البدايات الجديدة بتفكرنا ببدايات كل مرحلة يعني إحنا دايما في بدايات حتى اللي تخرج وعجوز زي كده في بدايات دايما في بدايات وعايزين نفتكر في البدايات إحنا بتكون إيه أهدافنا لأن ساعات مع الوقت بنبتدي نقول يا ترى أنا كنت بادي وأنا كان في فكري إيه ودلوقت أنا وصلت لإيه بنتوه أيوه عشان كده مهم أبونا وأنا بشكورك يعني أن قدسك يعني عجبت بعنوان الحلقة وموضوعها بحيث إن إحنا عايزين نحط قدامهم السنة أولى جامعة أنت داخل تعمل إيه وإيه اتجاهك لأن البداية مهمة هو سؤالك ده الواحد وفيه جزء كبير من الإجابة لأنه أنا لما بحط لنفسي وضوح الهدف زي ما أنت قلت كده أنت داخل تعمل إيه أنا عجبني السؤال ده حتى في صغته كده لو كل واحد فينا بيسأل نفسه أنا داخل في الموضوع ده في المشروع ده في الكلية دي أنا داخل أعمل إيه داخل أعمل صدقات داخل أحس أن أنا كبرت وبقى ليه رأي بقيت حر مفيش حصص ومفيش مدرسة وجرس ولا داخل ليه هدف والهدف ده أنا عارف أنه هو هدف شوية بعيد ففيه هدف مرحلية محتاجة وصلها وفي ساعي للهدف ده أنا مش عايز أنسى أنا مين وجاي هنا أعمل إيه الله حلو قابلون السؤالين دول مش عايز أنسى أنا مين وجاي هنا أعمل إيه جاي هنا أعمل إيه هي لسه برضو في الهدف لأن أنا أهدافي مش لازم تكون بس هدفي أن أخلص الجامعة طب ماهو دي مرحلة هتاخد مني أربع أو خمس سنين أنا محتاجها للنمو يعني دي مش فترة هتسقط مني وهعمل فيها حاجة واحدة أن أنا هتخرج واخد شهادة فيه نمو الروحي في الأربع أو خمس سنين دول ما أداش أفقدهم ودي مرحلة هامة جدا في حياتي فيه نمو شخصي واجتماعي وعلاقات كل ده مطلوب بس الترتيب الأولويات دي هتمشي إزاي هحط أول حاجة أن أنا أخلص الجامعة أيا كان شكلي ويطلع من الجامعة ناضج جدا دراسيا لكن مش ناضج عمليا هحتكب سوء العمل ألاقي نفسي في الجامعة ما تعملتش مع أحد ومعرفتش أتكلم مع أحد ولا داخل هدفي بس صدقات وعلاقات وخروج وفسح وأنا بقيت حر أنا في جامعة أه طبعا وطالع ما حققتش النتيجة اللي أنا عايزها وخبرتي في الدراسية ضعيفة وممكن تكون خبرتي الدراسية كمان طولت طولت لأنها تعثرت طب فين الهدف الروحي كمان في وسط ده هل أنا في وسط ده كله نسيت بقى أنا مين؟ أنا ابني مين؟ أنا مرجعيتي إيه؟ لأن إحنا دايما لازم نفضل فاكرين أنا ابني الملك؟ أنا مسيحي، ابتي، أرتودوكسي، أنا ليا مرجعية، وليا شكل، حتى الشكل الخارجي بس هي طبعا بتبدأ من التغيير من جوة يعني الكتاب يقول لنا كده تغييروا عن شكلكم بتجديد أزهنكم اه تبدأ من جوة البر يعني كان كلمة جميلة قوي للمتنيح أم بيقى أنس أسقه في الغربية اه طبعا مرة حد قال له عايزين نتكلم الناس عن الهدوم واحنا بنشوف أن الجامعة بيبق فيها برضو صيحات كده وموضوا فقال لهم كلمهم الأول عن ربنا الهدوم تتغير لكن هنتكلم عن الهدوم يمكن ما يجوش الكنيسة ويتجرحوا اه هو قصد على الداخل نضف داخل الصفحة أولا والخارج هيتهانكوا ساعتها هيبقى القرار داخلي أنا بغير عشان أنا عاوز ده مش بغير عشان أنا قالوا ليعمل كده وأنا رايح متضرر وكانش نفسي عمل كده وكان نفسي ألبس الحاجة العجباني فنغير من جوة البرة تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهنكم فهي الفكرة كده دايما أنا مين عايز أروح فين هروح إزاي هروح إزاي دي مهمة أو يجب أحط معطيات على قد إمكانياتي وعلى قد فكري وعلى قد الهدف يعني ما ينفعش من وانا في سنة أولى بفكر لما تخرج هعمل مشروع إيه أنا كده بيسموه داي دريمر ابتديت أحلم بلي لسه أنا مش فيه طب خلص بس ممكن يديع مني اللي قدامي أنا قدامي مزاكرا النهاردة بدلا ما قاعدت تزاكرا قاعدت تخطط للمشروع وأنا بدأت أشتغل بنلاقي ده بيحصل مفيش مانع ان انت تشتغل أو تفكر في المشروع بس انت الأولويات فين نمتبهم روحي عملي دراسي دراسي أو عملي هما الاثنين هنا في المرحلة دي بيبقوا تأيبا واحد لأنه هو ده العمل مكتوب مني لا يوجد مانع وفيه جزء كمان أنا أقدر أقول عليه كرازي صحيح أنتم شهودي لأن شهادة للمسيح في وسط مجتمع مفتوح زي دوة ومهم جدا أنك تسلك حسب المسيح وأنا عجبتني بقى هنا هاخد من كلمتك تسلك احنا دورنا الكرازي مش هجيب واحد صديقي وابتدي أوعظه وقال له انت لازم تروح تعمل كذا ولازم تعمل كذا احنا في صن واحد احنا كلنا شايفين ان احنا شخصياتنا بتتكون وكل واحد له رأيه وشخصيته وفكره وده حلو هذا بعضه من النمو اللي احنا اتكلمنا عنه لكن انا محتاج انه يشوف بأعمالي إيماني آه قارني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني معلمنا ياعقوب الرسول صحيح؟ علمنا كده احنا نلاقي الكنيسة الأول بقى في القرون الأولى أول تاني تالت وهم بيسلموا بعض التقليد والتعليم الشفاهي حتى يقولوا ما نؤمن بي هو ما نصلي بي هو ما نحيا ونسلك بي ما فيش انفصال ما بينهم فاكر كلمة نسلك اللي انت قلتها بتكون مراية أو رفليكشن أو انعكاس للأنا بأؤمن بي والأنا بصلي بي كنستنا عشان كنيسة لترجية وعاميقة في صلواتها تلاقي كل عقيدتنا موجودة في الصلاة في الأداس وفي التسبحة وفي الإبصاليات وفي الثيقطوقيات حتى في التقس في الحركة بتاعتنا عمالة تشير الأمر بالزبط فأصد قدسك أنه بسلوكي بطريقة معينة إنسان ينور بالزبط كده في وسط ظلمة العالم بالزبط كده يعني دايما أسمع من شباب كتير إنت إيه اللي خلاك كده المسيح لمسك وبقيت مركز مع الكنيسة وما كنتش بشوفك بتلبس التونية يقول لي يعني تعبيرات مختلفة كلها في الآخر بتقول جملة واحدة أنا قابلت واحد مسيح آه ليه صديق معين جذبه ليه حد معين جابه وشاف في المسيح وشاف في المسيح بالحقيقة أنتم الذين اعتمدتم من المسيح قد لبستم المسيح هو شاف المسيح إحنا صورته إحنا الصورة استعيدت بالتجسد وبالفداء بعدما كانت تشوهت بالسقوط وبالتالي بقى إنا نقدر نشوف صورة المسيح في الشخص اللي قدامي وأقول هو فلان ده مش حزين ليه هو مش مؤثر عليه الظروف اللي احنا فيها ليه هو ليه دايما عنده رجاء هو ليه دايما فرحان جاي منين الفرح ده مع أنه ممكن مش بيشاركنا في حاجات كتير أو بيمشي مش بياخد الحاجات اللي احنا بنقول لها حلوة بنسباله ما بتكسبوش وعنده حياة تانية مختلفة حتة دي حلوة قوي وأنا أشكرك أنك لمستها لأنه الفرق ما بين الفرح المؤقت اللي ممكن يكون برق شوية من برة لكن بعد شوية ما بياخدش وقت وزائل وسريع وبيتقلب لحزن عكس الفرح المسيحي بتاعنا شكرك الفرح التاني بقى اللي احنا بتقول عليه الفرح المسيحي بيقول لا ينطق به ومجيز لأنه من الروح ربنا اللي ساكن فينا من جوه ومش دايما يكون ليه سبب يعني مش هنشوف له سبب مادي أقصد يعني فلان فرحان بالرغم من مش فلان فرحان بسبب كذا بالرغم من ممكن يكون في تجربة في قلم في احتياج أو في حاسس إنه ممكن يكون نتيجة دوة إنه صاحبه مش كتير قوي مثلاً وإنه مش بيخرج كتير قوي ومش مرحب بي في كمور كتير أنا عجدني في حتة دي فكرتني بحاجة كنت الأسبوع اللي فات فيه أب راهب بيصلي معنا وبعدين حد من الشعب حاضر كان زميله في الجامعة من ثلاثين سنة فبيقول له الشخص اللي اللي بيتكلم بيقول له بس أنت من الأول كان باين عليك عدت الكلمة وبعدين قابلت فلان ده بقول له أبونا كان باين عليك كان انطوائي كان ساكت قال لي أبداً كان بيعمل كل حاجة زينا بس بانضباط وتحس إنه وراء مشن هو فيه حساب للوقت هو مش هيسيب نفسه يعني الوقفة طويلة لا كفاية هو سلم وتعامل وابتسم وضحك وحتفظ بصدقته للناس كلها وساعدنا وورانا وراءه لكن في الوقت المحدد هو خلاص وراءه حاجة مش هيقدر يضيع وقته كده طول الوقت بنلاقي شباب يروح الجامعة الصبح هو عنده محاضرة وبيرجع تمانية بالليل كل دقيقة ده فين؟ ده سؤال ده سؤال مهم دعم منه دعم منه عشان كده بيجي سؤال تاني يا بونا ازاي ان انا استفيد من المرحلة دي استفادة حقيقية فعلاً تبقى مؤسرة في حياتي لان الوقت تضيع فيها كتير ايوان احنا نبدأ من الروح اذكر خالقك في ايام شبابك دي اهم مرحلة احنا حتى اللي في سني لما بيجي يفكر يلاقي ان اكبر المراحل اللي كان فيها زارع بتبزر هو فترة الجامعة بنبتدي نقرأ قراءات روحية بندرس الكتاب المقدس مفيش منع ان يكون فيه حتى دراسة منتظمة بجانب الدراسة العملية يكون ليه اصدقاء روحيين تعال احنا منظر النيل كده والقعدة الجميلة دي تخلينا نتخيل فكرة البحار اللي رايح الميناء كل شاب من الشباب دول هو في فترة الجامعة وما بعدها هو ليه هدف اللي هو الميناء احنا كنا عايزين نوصل الى ميناء الخلاص كلنا في مركب هي السفينة او الكنيسة زي ما بيرمز اليها احياناً معانا بحارة اللي هم اصدقاء يجب ان يكونوا اصدقاء روحيين لقلا ياخدوني عكس الاتجاه في اتجاهات بقى كتير والبصلة اللي معايا عشان امشي بيها هو الروح القدس اللي داخلي ومرجعيتي بقى المابس والحاجات دي الكتاب المقدس والمرجعية الاستوزكسية الابائية والارشاد الروحي وقب الاعتراف مرشد الروحي لازم ده اتدفة بقى كمان اللي هو بس قاله دايما يقولي لا انت كنت بادي كده بس حواتي سنة ناخد بالنا ان الحوضة الصغيرة دي في اول الطريق توصلنا ديستنيشن تانية خالص حتة تانية خالص صحيح يا جميل جدا كلام قدسك وقعي وعملي وفعلا محقق فيه ناس كتير يعني كل بعض الشباب يقولك فيه صعوبة في الحاجات دي فيه صعوبة اننا نمشي بالامانة وبالالتزام ده بس النتيجة احلى والصعوبة هنا يمكن حراك اثارت نقطة مهمة يقولوا ما كل الناس بتعمل كده طب كل اللي حواليه حتى الشباب اللي معانا في الكنيسة بيعملوا كده مش دايما العام هو الصح يعني الاختلاف في حد ذاته ده تميز مش حاجة وحشة فبالتالي انا ساعات لما بكون انا في الصح بيكون الناس بتبص علي وتحاول تعمل زيه مش انا شخص ويرد ولا انا غريب ولا لا خالص انا شخص طبيعي بتعمل بشكل طبيعي بيفكرني بالراهب اللي كنا بنحكي عنه كان موجود ومتواجد لكن بانضباط لكن عنده معنى فيك كده مصطلح جديد اسمه عادي بقى عادي كله عادي لا مش عادي لما نراجع اهدافنا ونراجعنا مين ونراجعنا عايزة روح فين هنلاقي ان لا ده مش عادي مختلف جدا طبعا وحتى النتيجة بتاع ابونا يتبقى مختلفة واللي قال كله عادي هيلقي برضو نتيجة قد تكون اقل من العادي اشكره اه فعلا لكن اللي هو التزم وعاش وعاش بامانة زي ما بيقول كتاب مقدس الشاب الامين او الرجل الامين كثير البركات واللي عنده يزداد يعني كل ما يعني برضو عجبني في قدسك في كلام قدسك انه بتقول انه مش مرحلة قولة جامعة ان انا جاي حق الدرجات ده انا فيه نمو نفسي وروحي واجتماعي وشخصي وحاجة مهمة جدا فاللي بيصلك بامانة في كل الامور دية بيزداد ايوه اللي عنده بيزداد وكمان هيبقى لينا دور في جامعة الخدمة خدمة اه لان المروي يروى اه فبالتالي انا محتاج للخدمة قبل ما الخدمة تكون محتاجاني صحيح وفترة جامعة معظمنا يكون في اعداد خدمة يكون اتخرج فمهم جدا ان انا التصق بالخدمة لان دي واحدة من الحاجات اللي بتلزقني في الكنيسة وبتخرسني بقوة في الكنيسة وتخرسني في عمل الله واشوف عمل الله فيا وباية الله يعمل فيا يغير فيا طول الوقت وفي نفس الوقت بيغير باية كثيرين اه لان كمان لو ما ابتدتش فيه يقول جامعة ان انا التصق بالخدمة قد لا اعرف ان انا اكون عندي خدمة بعد كده حقيقة وهضي علي خبرات روحية عميكة زي ما قدسك بتقولها لان حتى المروي يروى زي ما قدسك بتقول ولما شفنا التلاميذ لما خدموا في اشباع الجموع كل واحد طلع بقفة في الاخر يعني برضو طلع ايه عنده مليان الخزين بتاعه ففعلا مهم جدا ان انا التصق بخدمة في الفترة دي مشكورك جدا نبون على النقطة دي لكن بتنقل لحاجة تانية مهم جدا عايز في العلاقات يعني بالذات عايز يعني نقطة كده هامة ازا يعمل علاقات سليمة وحط حدود علاقات سليمة دايما افتكر كده كلمة كان دايما يقوله انا قنبى موسى قصقه في الشباب ربنا يديله الصحة اه طبعا كلمة انه احنا بنتعامل في دايرة كان حتى بيوصفها بالشكل ده من غير ما يكون فيه ثنائيات فردية الحدود حتى في العلاقات دي مهمة اوي يعني انا اول ما بدخل بيت حضرتك بيبقى واضح في ذهني وانت ممكن توضح لي انه المساحة المتاحة لي هي هنا تفضل هنا ولو استأذنت ان انا ادخل مثلا طويلت او كده ممكن لكن مش هاجي اقول لحضرتك انا هدخل اريح عندك في قط النوم شوية مش معقولة مش معقولة طب امتى ممكن انا تخيل كده اه لو من الاول حضرتك ببساطة وانا بسازاجة او بتعدي قلتلي البيت بيتك وانا افتكرت ان ده معناه فعلا بالبساطة دي فاحنا من الافضل الاول نحط الحدود على قد ان احنا العلاقة اللي ما بيننا وما بين الناس لان ده مش هيجرحهم ولا يجرحني تمام وبعد كده لما يبتدي الاقي ان فيه مساحة اكبر ده صديقي اوي فممكن اتكلم معاه في حاجة اعزمه مرة عندي مش عارف الكلام ده يبتدي افتحه اتباعا مش افتح الاول وعدين احاول اقفل اه واشوف كده وامشي والامور تمشي على مهلاها اقدر اعمك العلاقة واوزنها وفي نفس الوقت بقى احط اللي احنا كنا بنتكلم تيه من شوية انه براجع هدفي هل الصديق ده بيخدم هدفي الروحي والعمل ولا بيعطلني الصديق ده لما باسقل عنه ابوي الروحي ابي الاعتراف والمرشد بيقول لي ايه وبينصحني بايه وبيديني لان احنا الذين بلا مرشد كأوراق الشجر يتساقطوا احنا محتاجين نلزق في دي اوي وبتبقى الكيسس كلها يعني كيس باي كيس شخص باي شخص نتفق مين هيقول ايه مفيش حاجة عامة لكن في الاول نحط الحدود القوية وما نفتحاش بسرعة ونديها وقتها لكن الاصعب ان انا ابقى شخص اوبن جدا طول الوقت وبعد كده اقول له لا معلش انت جيت كده في حتة واجعتني فانا مش عايزك عايزك ترجع مش حكمة خالص لا لي ولا لي ولا لي في الختمة بقونا كده عايز رشدة سريعة لسنة اولى جامعة احنا هنرجع لموضوع وضوح الهدف تمام انا عايز اعمل ايه انا مين ولو عرفت انا مين وعايز اعمل ايه هاعرف هعمله ازاي هاخد الطريق ما بين النقطتين وتعالا نحطها في فكرة البصلة اللي هي الروح القدس دايما عندي الاتصاق بالكتاب المقدس والاسرار في التناول لاعتراف الحياة الروحية دي هي دايما بتخلي البصلة اللي جواي انا شايفها وسمعها والرؤية واضحة اه المرشد الروحي البحار العطيق اللي واقف معايا في المركب اصدقاء روحيين بيجزبوني القدام وبتعلم منهم ويتعلموا مني وبنمشي مع بعض واخدين بقدين بعض مش اللي بيجروني الورا ودايما ارجع اعمل اعادة تقييم كل المرحلة مش هستنى اخر الاربع خمس سنين واقول يا ترى انا كنت ماشي صح لأ ده انا كل شوية هرجع ابص تاني انا رايح فين لأ انا كده حوت هرجع تاني اعيد تقييم اهدافي اعمل المراجعة لنفسي دي مهمة جدا محاسبة النفس دي طول الوقت طول الوقت حتى يوم بيوم حياتنا الروحية جميلة وممتعة وقدرة وصلها بسهولة مش لازم نتخيل انه الشخص الروحي ده مش هيوحي الجامعة عشان هيعدي صلي اطلاقا لا طبعا ده انا حتى زي ما اتفقنا من شوية دوري في الجامعة ان انا هكون نور للعالم لان دي وصية فانا شكلي هو اللي هيشهد للمسيح انا بشكرك جدا ابونا انا بشكرك ان اجيب مسيح خالص انا بشكرك ان اجيب مسيح خالص انا استمتعت بي جدا معك دايش ابونا ربنا يخليك مسيح خالص دايش بشكر ابونا دانيال يونان كاهن كنيسة القديسة مريم المصرية بمي فيدا التجمع الخامس شكرا ابونا شكرا ابونا شكرا ابونا شكرا ابونا شكرا حلو خالص ربنا يبارك ويكمل شكرا ابونا ونتقبل في حلقات قادمة بنعمة المسيح شكرا ابونا شكرا اشتركوا في القناة شكرا ابونا شكرا اشتركوا في القناة